لسه قناعة انه هذه القطاعات وهذه الطريقة في التوظيف والتعليم اللي احنا بنعلمه للملايين كلهم يطلعوا يعملوا نفس الحاجة ونفس الحكاية وسوق العمل يبقى في اماكن مش موجود يعني المدارس اللي بيتكلم عليها الرئيس دي شيء لا يصدقه عقل اللي هي المدارس الفنية دي اتعمل تطوير عظيم واللي بيشرف على المدارس الفنية دي في اغلب الاوقات الصناع الكبار بتطور القطاع الخاص وعليها المدارس دي بالضرب لانه بيطلعوهم اسطوات اسادزة ويبعثوهم بعثات المانيا وبعثات انجلترا والراجل من دول اول تعيينه مبلغ محترم انما احنا لسه لغاية دلوقتي حضرتك عايز تاخد شهادة جامعية من اي حتة عشان التجنيد بتاعك مش عارف يبعمل ازاي عشان لما تروح تخطب تبعمل ازاي كل هذا الامر كل الهرم ده لازم ينسف تماما لازم يتغير وإلا بعد 20-30 سنة حنلقى احنا بنقول نفس الكلام انه فيه مصانع بتغسر وانه فيه ناس بتقبض من غير ما تشتغل وكل الكلام ده خلينا نسمع الجزء التاني اللي له علاقة بالاحداث اللي موجودة على حدودنا والازمة الانسانية المرعبة في غزة والرئيس بيطمن الناس النهاردة وبيقول لهم اتطمنوا نسمع الرئيس قال لي ايه النقطة التانية اللي عايز اكلمكوا فيها هو الواقع اللي هو الازمة اللي احنا بنعيشها دلوقتي في منطقتنا وهنا يهمني اقول حاجة انا طبعا بتابع يعني بيجي لي تقرير كل حاجة وبشوف بنفسي حتى بعض التعليقات وبعض يعني مواقع التواصل وتفاعل شبابنا والناس مش بس شبابنا الحقيقة وبعدين اللي لفت نظري هو حالة القلق المتزايدة حالة القلق دكتور مصفى ايه متزايدة وانا اشارككم ان انتوا تبقوا قلقانين وده ظاهرة ايجابية بس انا دوري على ان انا اطمنكم انا اطمنكم مصر مصر حريصة انها تلعب دور ايجابي جدا على الاقل في الفترة انا عايز اقول عشان ما كونش ظالم خلال السيدين اللي فاتت كلها حتى قبل انا ما كون موجود كل اللي كانوا موجودين في الدولة كانوا حارس انهم يعملوا دور ايجابي في اطار فهم ان الاستقرار مهم جدا جدا لمنطقتنا ولدولتنا فانا عايز اقول ان نفس الخط احنا ماشيين به احنا حارسين على